اشتركوا في القناة القوات المسلحة الملكية انطلقت في العشرين من الشهر الجاري في نسختها الثامنة عشرة بتنظيم من القوات المسلحة الملكية والقوات الامريكية وبمشاركة عشرة دول وعشرين ملاحظة عسكريا من بلدان شريكة هذه المناورات التي انطلقت في اقادير ستشمل مدن تارودانت بنغرير والقنيطرة وطانطان والمحبس وستتضمن 22 تمريرا لقيادة قوات عملية مشتركة وتمريرا مشتركا بالذخيرة الحية للأسلحة وتمريرا بحريا واخر جويا يشمل قاذفات القنابل وتمرينا ميدانيا مشتركا مع المظليين بالاضافة الى برامج للرد والتدخل في حالة اندلاع هجمات كيميائية وبيولوجية واشعاعية كما ستتم تعبئة حوالي 80 طائرة وسفينتين في اطار هذا التمرين المشترك الى جانب التمرين العسكرية الحربية والعمليات الامنية التي تهدف الى تقوية قدرات الجيوش المشاركة والتنسيق البيني وذلك من اجل مواجهة كافة التحديات الامنية وتعزيز قدرات تدخل القوات الامريكية في القارة الافريقية بالاضافة لمهامة انسانية واخرى طبية هو اذا تقليد عسكري مغربي امريكي يؤكد عمق الشراكة العسكرية المغربية الامريكية ودليل اخر على التزام واشنطن والرباط بالامن الاقليمي والدولي خاصة في منطقة شمال افريقيا للحديث عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر يسرني ان ارحب بضيوف الكرام والبداية من هو على اليمين سي الشرقاء والروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية اهلا مرحبا بك اهلا للأسد نوفل وشكرا على الدعوة اهلا بالمشاهدات والمشاهدين اترحب موصول ايضا مشاهدين الكرام بالاستاذ الجامع والخبير في الشؤون الامنية سي إحسان حافظي اهلا ومرحبا بك اهلا شكرا لدعوة اهلا ومرحبا بكما اذا هو تقليد اصبح في المملكة المغربية منذ سنة 2007 تحديدا سبحان الله على تزام تقديم مقترح الحكم الذاتي مع هذا التعاون الاسكري المغرب الامريكي ولكن هذا لا يمنع ان العلاقات الامريكية المغربية علاقات استراتيجية منذ لن نقول عقود ولكن منذ قرون كون المملكة هي اول دولة تعترف بالولايات المتحدة الامريكية باستقلالها بتأكيد واستمر التعاون والتنسيق ولكن كيف اصلنا الى هذه المرحلة التي اصبحت فيها مناورات الاسد الافريقي الاضخم الاقوى في افريقيا وفي نفس الوقت لا تستقطب فقط جيوش الولايات المتحدة والمغرب وانما تقبل عليها الدول بل تسعى للمشاركة فيها هذه الاهمية وهذه القيمة التي اصبحت لهذه المناورات ما اسبابه ولا بد من الاشارة بان المملكة المغربية موقع جغرافي وموقع كذلك جيوستراتي متميز على المستوى العقائد الجيو سياسية المحيطة او المشكلة للنظام الدولي على اعتبار هناك عقيدة الشمال الاطلسي في الجنوب هناك عقيدة العقيدة الجيو سياسية للجنوب الاطلسي هناك العقيدة الجيو سياسية للمحيط الهندي والهدئة للولايات المتحدة الامريكية وبالتالي هذا الموقع الاستراتيجي هو مرتبط كذلك بما يسمى بالعقيدة الجيو سياسية الجديدة ما يسمى بالعقيدة المحيط الهندي الهدي الموسع الذي يشبه القارة الإفريقية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ منتحاوة عبر ما يسمى بأغريمنت سايمستاون محاولة خلق نوع من السياسة الدفاعية والأمن داخل القارة الإفريقية ثم كذلك من خلال التنظيم الدفاعي ومحاربة الجريمة المنظمة وكذلك محاربة العصابات ومحاربة أشكال العنف داخل القارة الإفريقية على الاعتبار أن الأمن الإقليمي مهم جدا في التصور الستراتيجي للعقيدة ما يسمى بالتحالفات المحيطات التي هي من العقائد العسكرية المهمة في الستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار كذلك بأن المحيطات اليوم أصبحت تشكل 90% من مرور تجارة الدولية وبالتالي المملكة المغربية المتوسط والأطلسي والجنوب أطلسي موقع جغرافي مهم موقع استراتيجي كبير كذلك على مستوى تدبير الأمن داخل القارة الإفريقية مؤخرا لاحظنا تساعد ضربات الإرهابية داخل إفريقيا في بحر الأسبوع الماضي حوالي أكثر من 130 قتيل من طرف جماعة حركة ماصينا في منطقة ما يسمى بونكاس على الطريق الوطني 15 ما بين موبتي وبونكاس ثم كذلك في الأسبوع من شهر مارس إلى الأسبوع الماضي حوالي 300 قتيل من الجماعات الإرهابية في منطقة غاوتون بوكتو هناك فراغات جيوسياسية هناك كذلك أصبحت تقارير استخبارات الأمريكية وأصبحت تقارير استخبارات لدول غربية تلاحظ بأن هناك علاقة عضوية ما بين الإرهاب والانفصال لاحظنا مؤخرا ظهور من جديد لحركة M23 في شرق الكونغو وأصبح هذا الأمر يشكل تهديد لصراع كبير ما بين رواندا والكونغو الديمقراطية إلى وجود أكثر من 27 حركة انفصالية هناك ما يسمى بلوتروبيك دولو دو كونسر أو منطقة ما يسمى بخاليج غينيا التي أصبحت تعرف نشاطات إرهابية متزايدة هناك كذلك دخول قوى محددة للفوضى دون الدولة وبالتالي الجماعات الإرهابية أصبحت جماعات شبه عسكرية بآليات أصبحت لهذه درون يعني هذه الطائرة مسيرة أصبحت تهديد الأمن القومي ولكن دعني أقول السيد نوفل بأن اليوم هذه المناورات هي أكبر منورات عسكرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد منورة ما يسمى التي تكون في المحيط الهندي والهدي وتعتبر هذه المناورات هي بالنسبة لتعبير بلغة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية جاهزيتها للدفاع عن الأمن الإقليمي وكذلك على الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي المغربي نعم والصبغة التي تطبع هذه المناورات هي أنها مشتركة وحتى نسخة هذه السنة هي يركزون بشكل كبير على القيادة المشتركة للعمليات وربما سنتطرق لبعض السيناريوهات المحتملة التي قد تستذي أن يكون هناك تحالفات عسكرية في المنطقة سأقتبس من بعض الأمثلة التي تحدث مثلا في الشرق الأوسط نعرف أن الولايات المتحدة لديها شراكات عسكرية مع مجموعة من الدول في الشرق الأوسط تقوم بمناورات ولكنها في كثير من الأحيان تقتصر على فرق عسكرية يعني المدفعية المضادة للطيران إلى غير ذلك سلاح البحرية وإذا كانت هناك مشاركة مكثفة تكون من ثلاث أو أربع دول على أكبر تقدير اليوم أن يكون لديك أكثر من عشر دول وأن يكون لديك أكثر من عشرين ملاحظة عسكري وأن تشرك معك جيوش من منطقة أفريقية وأخرى من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية إلى غير ذلك في مناورات عسكرية تقع في شمال أفريقيا بهذا الكم الهائل من الجنود أكثر من 7500 جندي بتعدد في المناطق والبيئة البيئة تختلف من صحراوية إلى أخرى ساحلية إلى غير ذلك ما هي السيناريوات التي يخطط لها مثلا هذا التعاون العسكري الأمريكي المغربي المثمر؟ وبحقيقة هذه السيناريوات يمكن قراءتها أولا على ضوء الرسائل التي تحملها هذه المناورات هي رسائل متقاطعة في تقديري في توقيتها باتبار حالة التصعيد الجزائري في المنطقة بجغرافيتها نتحدث عن تداريب في عمق السالة للجزائر من أمريكا؟ مبقي لأنه ما يقع اليوم يعني هو فيه نوع من الأجوبة المشفرة لحالة التصعيد التي تقوم بها الجزائر داخل المنطقة قلت أيضا في جغرافيتها باعتبار أن المناورات يتجري في عمق الصحراء في منطقة المحبس وحينما نتحدث عن منطقة المحبس نحن نتحدث هنا عن أقرب نقطة لما يسمى بالمربع العملياتي الجنوبي في تيندوف والذي شهد المناورات الأخيرة للجزائر في سياقها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول اليوم أن تحافظ أولا لتحالفتها وتعيد ترتيب مشهد ما بعد ما يقع في أوروبا بمعنى أن هناك أجندة ضاغطة لروسيا على إعادة أو تدفع في إعادة بناء مشهدية التحالفات في العالم فالولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق تحاول أن تحافظ على حلفاء استراتيجيين أولا وأن تضم وهذا ما يبرر وجود أكثر من 18 دولة أكثر من 30 مراقب و7500 جندي يشاركون في هذه العملية أعتقد أيضا في هذا السياق أو على ضوء هذه الموطعية يمكن أن نقرأ هذه العمليات باعتبار أنها تعزز أولا وتكرس حالة التحالف الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أيضا أن المغرب هو عامل استقرار في المنطقة وبأنه عنوان للثقة في العلاقات العسكرية المغربية الأمريكية وتؤكد أيضا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأن هذه التداريب الأسد الأفريقي هي فرصة لاختبار قدراتها في المبادرة والتدخل في أفريقيا باعتبار أنه اليوم كما تفضل أستاذ هناك مجمعة من التحولات الاستراتيجية يغديها الإرهاب ويغديها الانفصال وهذا هو التصور المغربي لتدبير الأزمات السياسية وحتى الأمنية الموجودة أو التهديمه يسمى بتهديد الأمنية النشئة في المنطقة أعتقد أن المناورات ومناورات الأسد الأفريقي هي اليوم تشكل أيضا مدخل بالنسبة للمغرب من أجل تعزيز هذه الشراكة ومن أجل استقطاب وإعادة بناء تحالفات جديدة داخل المنطقة نتحدث أيضا عن دول من وسط إفريقيا ومن إفريقيا الوسطى من دول الساحل من أوروبا من الشرق الأوسط تشارك كلها في هذه العملية العسكرية في تقديري أيضا أن الرسائل التي تحملها هذه العملية هي رسائل جادة من الولايات المتحدة الأمريكية بكون أن الأزمات التي قد تفتعلها الدول من أجل مثلا ندفع بعض رعاية ومكافحة الإرهاب في المنطقة نتحدث هنا مثلا ما وقع بين فرنسا ومالي هي لا تغني أو لن تسمح أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بفراغات أو لن تسمح بوجود مساحات فارغة يعني تدفع نوها عودة الدول أو عودة التنظيمات غير دولتية نتحدث عن فاغنر عن الاختراقات الروسية في المنطقة الآخرة وفي تقديري أن توقيت هذه العمليات العسكرية وهذه التداريب العسكرية أو المناورات الأسد الفريقي هو جاء في إطار ما يمكن أن يصنفه الدراسات الأمنية بمحاولة المنوليات التحدة الأمريكية وعبر المغرب مراقبة هذا المركب الأمني الجهوي المعقد الذي يتشكل داخل المنطقة وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو أمريكا بايدن غير أمريكا ترامب سمعنا أن أمريكا بايدن تحاول أن تبقي أو أن تراقب ما يجري بخلاف يعني للانسحابات التي كانت قد أنتها الإدارة الأمريكية في عائد الرئيس الأمريكي السابق نعم وقد يكون أيضا تطور هذه العمليات كما وكيفا عائد إلى أن بالفعل الولايات المتحدة اضطرت خلال الحرب الروسية الأوكرانية أن تقوم بإنزالات عسكرية في مجموعة من جمهوريات البحر الأسود نظرا للخطر المحدق بها بسبب العمليات الروسية ولكن قبل ذلك حين نتحدث عن هذه النسخة حسب الموقع الرسمي للجيش الأمريكي قال بأنها الأفضل والأقوى ومتنوعة حتى في التيمات المستخدمة من ناحية العسكرية بمعنى آخر أن يكون لديك 22 تدريب بمعنى آخر أن يكون لديك عمليات قيادة مشتركة أن تختبر الأطراف التي تشارك معك في هذه العمليات وليست الأطراف السهلة نتحدث عن إيطاليا نتحدث عن المملكة المتحدة نتحدث عن فرنسيا عن دول منضوية تحت لواء النيتو حتى الخيارات الأفريقية تونس بموقعها غانا بعمقها الأفريقي هناك مجموعة من الدول التي تشترك في هذه المناورات البرازيل إلى غير ذلك اليوم هذه النوعية التمارين التي فيها أيضا مواجهة عمليات كيميائية وإشعاعية ونووية أخرى لا علاقة بالأمن السبراني إلى غير ذلك أو الهجمات السبرانية هذه النوعية هل أطفتها الظروف والسياق أم أن بالفعل الولايات المتحدة لديها رؤية استراتيجية لأننا لن نتحدث عن مناورات انطلقت بالأمس بسبب حرب روسيا أو أوكرانيا أو غياب حتى الدولة المركزية في مناطق شاسعة في القرى الأفريقية بل نتحدث عن مناورات هي تعزيز لعمل عسكري وتعاون عسكري مشترك انطلقت منذ 2007 وليسا اليوم صح هو لابد من تذكير بأن المجالات الحيوية التي تدار في هذه المناورات هناك المجال العملياتي الجوي لجميع العمل المجال الجوي المحمول وكذلك المجال البحري والمجال البر في إطار المجال الجوي المحمول هناك دخول ما يسمى بأوروبين إونيون كوماند يعني في العملية في هذه المناورات على اعتبار ليست فقط أفريكوم يعني كأفريكين كوماند في الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدير ولكن هناك قيادات أمريكية، القيادة الأوروبية والمغربية فقط على ما يسمى بالخريطة للقيادات العسكري الأمريكية التي تدخل في هذه المناورات وبالتالي هناك زخم كبير للقيادات العسكري الأمريكية لا على مستوى البري لا على مستوى البحري لا على مستوى الجوي فيما يخص يوياس نافي وبالتالي أعتقد اليوم هناك تطور في العمل البيني ما يسمى بلانتر أوبيرابيليتي أنتر أرمي العمل البيني والتشغيل التقني والعمليات ما بين القوات البحرية والجوية المحمولة والجوية والبرية وبالتالي هناك تطور كبير في هذه المناورات لهذه السنة هناك كما قلتم أن هناك سياق ينطوي على سياق في تعقيدات كبيرة وينطوي على تحديات أمنية مركبة على مستوى المنطقة على مستوى كذلك مجالات جيوسياسية مختلفة على مستوى الجنوب الأطلسي على مستوى كذلك المتوسط هناك كذلك لا بد من التذكير بأن مثلا عندما نتكلم عن Amphibious Operation Exercise وهو ما يسمى بالعمليات البرمائية وهو تتم للعمليات Phonics Exercise التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا في تونس عندما نتكلم كذلك عن السنغال نتكلم عن غانا نتكلم عن دول هي دول ساحلية على مستوى القارة الإفريقية زيادة على المغرب للتذكير بأن هناك 38 دولة إفريقية من أصل 54 هم دول ساحلية وبالتالي هناك أهمية للدول المطلة على الأطلسي في أي استراتيجية دفاعية للقارة الإفريقية وأعتقد بأن هذه المنوارات المشتركة لا بد من التذكير بأن هذه المنوارات تدار بشكل خاص على اعتبار أن هناك أصبحت شراكة استراتيجية ما بين القوات الملكية المغربية والقوات الأمريكية وهذه الشراكة الاستراتيجية هي في إطار خلق ما يسمى تدبير جديد بطرق جديدة للأمن داخل القارة الإفريقية على ضوء التهديدات وعلى ضوء كذلك تحديات نطروحة لا على مستوى القارة الإفريقية لا على مستوى كذلك المجالات التي لها ثماس مع القارة الإفريقية وبالتالي أعتقد اليوم بأن عندما نتكلم مثلا عن CBRN يعني شيبيك بايولوجيك راديولوجيك نيكليير نتكلم كذلك عن تحدي مهم لأن الجماعات الإرهابية خاصة اليوم أن نتكلم عن وجود حركات شيعية ووجود إيران داخل القارة الإفريقية وفي مجموعة من المناطق ومجموعة من الفراغات الجيوسياسية نتكلم عن المو 119 التابعة للحرص التوري الإيراني التي الآن هي مع البوليزاريو مع حركة أفان طروة مع مجموعة انفصالية كثيرة خاصة في دول القارة الإفريقي نتكلم عن إيران في الصراع الإيتيوبي مع الفلبي نتكلم عن احتمال وجود سيناريوهات خطيرة وهو محدة بالولايات المتحدة الأمريكية والمغربية برمجت برنامج خاص بتشخيص معياري جديد وهو هازمة هازمة يعني مواجهة المواد الخطيرة التي يمكن أن تهدد الأمن القومي للدول أو الأمن القومي المغربي أو الأمن القومي الأمريكي وبالتالي أعتقد بأن هذه العمليات وهذه كذلك تداريب المكتفى التي تشهدها الأراضي يعني المملكة المغربية أو الجنوب المغربي هي مهمة جدا كذلك في تتبيت رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لسياستها الدفاعية والاستراتيجية مع شركاء استراتيجيين كالمملكة المغربية نعم وتصرون على الحديث عن ربما السياق الدولي والقاري على وجه التحديث في أفريقيا وإن كنا سنعود إليه بالتفصيل لأنه بالفعل أفريقيا لم تكن اعتباطا وإن وجدت القاعدة الأمريكية في القارة الأوروبية تحديدا في ألمانيا ولكن هناك أدوار منوطة بها قد لا تتدخل اليوم كما فعلت فرنسا ودول أوروبية أخرى ولكن أمريكا إزباك كما يقول جو بايدن الديمقراطيون يختلفون شيئا مع الجمهوريين وربما عن السياسة التي اتبعها دونالد ترامب بشكل عام فيما يخص الولايات المتحدة ماذا يعني أستاذ إحسان أن يكون تجريب لطائرات الأباتشي؟ نعلم بأن هناك صفقة مغربية أمريكية من أجل توريد هذه الطائرات وقعت ما بين القوات المسلحة الملكية وشركة بوينغ ونعلم بأن هذه الطائرات تقليدية في سلاح الجو الأمريكي ولكنها خضعت لتعديلات وأصبحت أكثر الدقة في إصابة الأهداف وتقديم أيضا حتى كرادار متنقل هناك امتيازات خاصة للأباتشي لأن هي تجربة فعلية عملية تطبيقية على أرض الواقع للقوات المسلحة المغربية لتعرف أكثر على الأباتشي وهي امتياز وتفوق جوي للقوات المسلحة المغربية داخل المنطقة نعرف أنه بقواعد التدخلات العسكرية اليوم التفوق الجوي هو من يحسن الصراعات العسكرية وأعتقد أن أيضا في تقديري أن المغرب انتبه مبكرا إلى عودة ما يمكن أن نسميه بعسكرة الأزمات بمعنى أن ما كان ينظر له يعني الباحثون في العلاقات الدولية حول وجود ما يسمى القوى النائمة في تدبع الاختلافات تضح بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بأنه ليس دائما الحل وبأن هناك توجه دولي نحو عسكرة الأزمات ومفهوم العسكر يقتدي أن تتسلح بالقدرات والإمكانيات وطيقة الشريك الذي يسمح بتعزيز هذا التفوق الذي تحدثت عنه طبعا التحالف المغربي الأمريكي ليس تحالفا العسكريا فقط لا نتحدث فقط عن أجندة 2030 التي وقعت في أكتوبر من 2020 يعني بناء أو إعادة بناء المقدرات العسكرية والقدرات العسكرية المغربية بدعب أمريكي هذا التحالف العسكري هو يعززه أيضا التقارب السياسي الولايات المتحدة الأمريكية جددت للإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء هذا التقارب أيضا وهذا التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب لا يشمل فقط مجال الدفاع ويتعلق بقضايا أخرى ربما تصنف ضمن خانات الأعمال السيادية نتحدث هنا عن تبادل المعلومات الاستخباراتية تبادل المعلومات الجنائية حول الأشخاص تبادل أيضا المواطعات بالشأن التدخلات المتوازية في مجال مكافحة الإرهاب يعني موقع في تحييل خطر الإرهاب الذي كان يشكل أحد باستخدام الأنترنت لذلك تغنط في المغرب بناءًا المعلومات وفرتها يعني الأجهزة الأمريكية أو المخابرات الأمريكية المغرب أيضا ساهم في تحييد مخاطر يعني سواء عابرة لحدود عملية تسليم المراقب التي تمت في 2020 من شحنة مخدرات وأسلحة قادمة من أمريكا اللاتينية متوجهة إلى توركيا بناءًا على التصيق بين مكتب مكافحة المخدرات في المتحدة الأمريكية ومدرية مراقبة الترى الوطني في المغرب أيضا المغرب تساهم من خلال تعزيز تفوقه العسكري في تقديم معلومات استخبارات العسكرية لقوات برخان في فرنسا نتحدث هنا عن تحييد مخاطر إرابية لقيادات داخل التنظيم سواء تنظيم جبهة نصرة الإسلام والمسلمين يعني القيادي من جنسية مغربية يحمل اسم مبلقة بميوش في معلي 2019 أيضا في أكتوبر 2019 في معلي بيوات تسني يعني شمال مالي تمتحيد يعني مخاطر قيادي يدعى المرابط يعني ينتمي إلى تنظيم داعش في الصحراء الكبرى إلى أخيره أعتقد أن هذا التعاون الاستخباراتي الميداني يمكن أن يعزز أولا هذا التقارب ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة الجريمة العابرة للحدود يمكننا أيضا أن نستحضر الزيارة الأخيرة لمدير قطبة الأمني السيدة بطيف حموشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن هذه الزيارة هي مقدمة لترتيبات جديدة يعني أن ما يجري اليوم هو أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تتخوف فعلا من تحول وهذا كان تقارير التي أصدرتها المراكز البحثة في الولايات المتحدة الأمريكية أتحدث عن الكارينجي تحدثت هل تصبح القاعدة فعلا تنظيما إفريقيا اليوم يطرح السؤال هل تصبح داعش تنظيما إفريقيا الولايات المتحدة الأمريكية انتبهت إلى أن المغرب أو هي تدرك بأن المغرب هو الشريك الموطوق والقار والدائم مدعوم بحالة من الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة الذي يمكن أن يقدم عرضا أمنيا يساهم في تحييد المخاطر لأن ما يقع اليوم في منطقة الساحل ويقع بكل بشكل واضح ويقع أيضا في المجال الحيوي للمغرب في منطقة الساحل المالي يعني في البؤر التوتر التي تحدث عنها الأستاذ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية دعونا إلى السؤال لماذا تسمح بحالة التفوق النوعي للقوات المسلحة الملكية وليس من عباد كما يقال ولكن أعتقد أنه أمر مقصود مضبر والولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن الوكيل مصطلح الوكيل في العلاقات الدولية ومصطلح المتداول بل أن الوكيل الحصري والموطوق للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا هو المغرب اليوم جميل أيضا هذا التفوق النوعي للقوات المسلحة الملكية كما تفضل أستاذ إحسان يعني لا يقتصر على الأباتشي لأنه كنت تحدثت عن اتفاق العسكري 20-30 فهو اتفاق لا يشمل فقط توريد الأسلحة ولكن تصنيع حتى الأسلحة داخل المملكة المغربية وتحديثها ونحن اليوم أباتشي متطورة ولكن أمامها أيضا عنصرها مهام جدا للكارهين والحاقدين والحاسدين الذين قالوا بأنها مجرد تغريدة من دونالد ترام اليوم القوات الأمريكية ليس فقط تطلق منصات اقتصادية في الأقاليم الجنوبية ليس فقط استثمار أكثر من 5 مليارات دولار ليس فقط جعل المملكة المغربية بوابة أمريكا نحو القارة الأفريقية ولكنها تقوم بمناورات عسكرية في منطقة المحبس على تخوم تلك المنطقة التي تزامنا مع مناورات الأسد الأفريقي كانت هناك مناورات جزائرية وقادها قادة الأركان لديهم من الشنغريحة هي إشارة هي رسالة حتى أن يكون معك تونس وغانا تأتيك دول من آخر بقاع الأرض وتشارك في هذه المناورات ودولة كالجزائر جارة ولدينا تماس حدودي ولديك معها رقعتها الجغرافية ومساحتها مهمة جدا في القارة الأفريقية ولكنها لا تشارك لا يوجد أي تعاون عسكري ما بين أمريكا والجزائر هناك رسائل هناك رسائل وهناك كما قلنا دلالات جغرافية لهذه المناورات على اعتبار أنها تدار في المناطق الجنوبية خاصة في طانطان والمحبس المحبس التي تعتبر كما قال الأستاذ إحسان منطقة مهمة جدا في الأمن القومي للمملكة المغربية وبالتالي أعتقد اليوم هناك سيناريوهات مطروحة يعني عندما تدار تقام مناورة عسكرية يكون قبل ذلك دراسة للتحديات المطروحة الأمنية كذلك وكذلك هناك معطيات لأن حتى نوعية الأسلحة التي تدار بها مثلا هذه المناورات هي تستجيب لبعض المعايير المرتبطة بالقراءات الاستخباراتية والقراءات الاستراتيجية للتهديدات التي يمكن أن تكون خطرا كبيرا على المملكة المغربية عندما نتكلم مثلا على المحبس نتكلم عن منطقة تحاوي الجزائر يعني خلق نوع من الفوضى وخلق نوع من التشنج والاستفزاز وكله يعلم عندما تم الجزائر حاولت إعلان الحرب من جانب واحد من خلال اللغة يعني فيها نوع من العداء للمملكة المغربية أعتقد اليوم عندما نلاحظ في قراءة كذلك حتى للأسلحة العسكرية اليوم التي تدار بهذه المناورات نتكلم عن Joint Stand-off Weapon وهو ساروخ المعروف بخاصة Fire and Leaf هو من أحد السواريخ الجيد المتطورة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط يوجد عند دولتين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية عندما نتكلم عن راجمة السواريخ هيماريس هي من أحدث التقنيات أو من الصفة الدفاعية المتطورة هي الآن تقوم بما يسمى Operation Training على المستوى الأرضي ثم كذلك عندما نتكلم عن طائرات التي الآن في هذه المناورات نتكلم عن الطائرة الضخمة الأمريكية B-25 من أكبر طائرات العسكرية ذات تاكتيكات أو ما يسمى La Grande Tactical Global قوية جدا هي حاضرة في هذه المناورات نتكلم عن F-6 نتكلم عن F-22 نتكلم عن F-35 هناك معطيات تقول بأن F-35 بالنسخة الجديدة جد متطورة ولهذا نلاحظ بأن المطار العسكري لمدينة قونيطرا حاضر بشكل كبير في هذه المناورات على اعتبار بأنه مطار جد متقدم وحديث المغرب يريد F-35 أعتقد بأن المملكة المغربية حسمت لهذا الأمر ولأن الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي الكل يتذكر مارك إسبر عندما جاء إلى المملكة المغربية ووقع مجموعة من الاتفاقية اتفاق عسكري لمدة عشر سنوات في صناعة عسكرية هناك مجمعات صناعية عسكرية أمريكية وغربية ستدخل إلى المملكة المغربية من أجل بلورة استراتيجية مغربية في خرق صناعة عسكرية ثم كذلك هناك رؤية لما يسمى بالقوات الجوية القوات الجوية هي مهمة جدا في المسائل في استراتيجيات الدفاعية وفي استراتيجيات الهجومية حتى كذلك اليوم عندما نتكلام على ما يسمى بالتشغيل بين أو لانتر أوبيرابيليتي ما بالقوات الثلاث القوات البحرية والجوية والبرية زيادة على القوات السيبرانية لأن هناك تهديد خطير وأصبح بشكل كذلك أمر يتوجس منه العالم كل ومنه جميع الدول أعتقد أن المغرب مؤخرا فكر بطريقة استراتيجية ووضع خارطة طريق مرتبطة بالدفاع السيبراني وكذلك مرتبطة بالدفاع الجوي ولهذا لاحظنا بأن المغرب من الممكن ومن المحتمل أن تكون له طائرة F-35C يعني النسخة الجيد متطورة لأن هناك F-35A F-35B وأعتقد أن هناك نقاش كبير مع المجمعات الصناعية العسكرية الأمريكية المعروفة بصناعة هذه الطائرات من أجل تزويد المغرب كذلك لا بد من الإشارة بأن في هذه المناورات دون أن هناك الأباتشي الأمريكية التي يستحوذ عليها لداء الجيش المغربي هناك كذلك مجموعة من الآليات العسكرية الجيد متطورة الأمريكية التي الآن هي في هذه المناورات العسكرية وهي قيدة تجربة نتكلم عن أبرامز M-2 أبرامز M-2 التي هي من الآليات العسكرية المتطورة التي لها علاقة بالأقمار الاصطناعية ثم كذلك أعتقد بأن اليوم المغرب هناك كذلك نتكلم عن شايلوكداون نتكلم عن آيرونداون نتكلم عن مجموعة من المنصات الدفاعية الجيد المتطورة التي أصبح فيمتلكها القوات المسلحة الملكية وبالتالي المغرب اليوم خطى خطوة كبيرة خاصة وتؤكد هذه المناورات العسكرية كما أقول الأضخم لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أعتقد بأن المغرب خطى خطوة كبيرة لتكون له يليلعب دور كبير ومحوري في القيادة الدفاعية والاستراتيجية داخل القارة الإفريقية ومنع أي تهديد قد يؤدي إلى الشل كما قلنا اليوم البحار والمحيطات هي مساحات لمعارك جيوستراتيجية جديدة وبالتالي يمكن أن نفهم اليوم لماذا هناك ما يسمى أنفيبيوز أوبريشن حتى كذلك في المسجل البحري المغربي نعم قلنا من خصائص هذه المناورات أن هناك قيادة مشتركة ما بين القوات المسلحة الملكية وأيضا الأمريكية وأيضا القيادات المتواجدة في المدن التي تشهد هذه المناورات تحدثنا أيضا عن نوعية الأسلحة المستخدمة وهنا يعني لا يمكن لأمريكا أن تقيم شراكة متطورة إلى هذا المجال لتعريف بالتقنيات الحديثة للمعدات العسكرية إن لم يكن هناك بالفعل تعاون وثيق وهذا ينطبق على المملكة المغربية ولكن هناك خاصية جديدة قديمة جديدة يمكن أن نقول لأن بالنظر إلى المناورات غابت سنة 2020 والكل يعلن بسبب فيروس كورونا عادت العام الماضي وهي تتكرر هذا العام ولكن هذا العام الشق الهجومي في المناورات يطغى على الشق الدفاعي هذا التغير النوعي في أسليب وتقنيات تطبيق منورات الأسد الأفريقي لتنتقل من شق الدفاعي إلى آخر هجومي باستخدام سفن بحرية باستخدام طائرات باستخدام قادفات وسلاح المدفعية وأمور كثيرة جدا بأسلحة نوعية متطورة أيضا فيه رسائل أول هذه الرسالة أنه يتصق تماما مع تغير العقيدة العسكرية في المغرب نعرف أنه طيلة سنوات ظلت العقيدة العسكرية وحتى الدبلوماسية بعقيدة دفاعية اليوم خلال العشر سنوات الأخيرة وقع هناك تحول على مستوى اللغة على مستوى التدبير على مستوى أيضا التخطيط من عقيدة دفاعية إلى عقيدة هجومية أعتقد أن المغرب استفاد أيضا من تغيرات وقعت خلال العشرية الأخيرة في العقيدة وعقيدة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية يعني قبل العشرون سنة من اليوم كنا نتحدث عن مشاريع تقسيم تقودها الولايات المتحدة الأمريكية نظريات إذن سطاد يعني في فترة مادلين أون برايت إلى آخره اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ربما أعادت تدقيق حسابتها وتدفع نحو بناء تكتولات مغرب يعني التقط الإشارة وهنا يمكن أن نقرأ مثلا المبادرة المغربية لبناء أو لتشكيل ما يسمى اليوم بأفريقيا الأطلسية المغرب يستفيد ويلتقط الإشارات الأمريكية في المنطقة وبالتالي فالتحضير للحسم صحة تعبير العسكري الأمريكي في أفريقيا بلجل محاربة الإرهاب والحد من تمدداته في مختلف الدول في أفريقيا أعتقد يتطلب أيضا دولة قادرة على مسيرة مواكبة وفهم ما تريده العقيدة العسكرية والاستراتيجية الولايات المتحدة وإلى ماذا تلمح سيحسان يعني فرنسا بدعم أوروبي إسباني إيطالي وحتى الاتحاد الأوروبي ككل فشلت في مالي وفشلت في مجموعة من الرقاع الجغرافية دول الصحر والصحراء يعني اليوم غياب الأمن بشكل كلي في مساحات جغرافية شاسعة الروس يتدخلون بطريقة غير مباشرة عبر قوات فاغنر الاستقرار السياسي غير موجود انقلابات عسكرية متوالية من هنا وهناك في شمال أفريقيا اليوم لديك ملف ليبي مستعصي بعدها كل قال أن الانتخابات العامة فيما تم أكتوبر 2021 وعملي سياسي تطورت بحوارات صغيرات بوزنيقة طنجة كل شيء من ذلك حدث لازال التوتر لازال الانقسام يعني هل يمكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بكل صراحة التي خرجت من ساحات شاسعة للقتال والعنف والعنف المضاد وأفرزت يعني جماعات إرهابية على غير داعش سحبت من العراق تركت الملف السوري للروسي عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا العنف الذي يغذي التطرف سحبت يدها عن الملف قد تعود بعد زيارة بايدن المرتقى بالشهر المقبل أمريكا نراها تعود إلى الخلف لا تتقدم إلى الأمام فما بالك بأفريقيا هي اليوم مستعدة لدخول غمار المنافسة مع قوة تقليدية في أفريقيا مع أنظمة شبه عسكرية فيها كثير من الرقع الجغرافية أمر صعب أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تضع قدمها حيث هناك تهديد على مصالحها أو على مصالح حلفائها ومصالح حلفائها تحديدا ونعرف أنه في التفكير أو في العقل الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية أن أمريكا دائما تبحث عن وكيل أولا موطوق تسعى من خلاله إلى السعادة عن المبادرة نتذكر هنا أنه ليس المغرب فقط ولكن هناك الكثير من الدول مصر الجزائر السينيغال حاولت أن تقدم نفسها كوكيل الولايات المتحدة في أفريق لكن أعتقد أن في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية أدركت بأن المغرب هو الشريكة الموطوق وديئة المصداقية في المنطقة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في تقدير أنها تسير على مستوى المستوى الأول وهو محاولة استعادة المبادرة داخل أفريقيا وأعتقد أن هذا هو جزء من عودة بايدن أو الديمقراطيين إلى البيت الأبيض بخلاف مثلا ما كان يقع مع الرئيس الأمريكي الذي أكثر من الانسحابات في العراق في سوريا في أفريقيا إلى أخير ما يخيف الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو أيضا ليس فقط بوادر فشل قوات بورخان في الحد من تمدد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة في المنطقة ولكن الاختراقات أيضا التي تحققها روسيا عبر التنظيمات غير دولة أو لا دولتية يعني تنظيمات المسلحة مثل قوات فاقنر إلى أخير أيضا أعتقد أن المحور الثاني الذي تسير عليه الولايات المتحدة الملكة هو تعزيز ما يسمى ببعتات السلام والمغرب هنا قبعة الزرق رائد في أفضل والمغرب هنا حاضر بقوة في إفريقيا نتحدث مثلا عن الحضور المغربي في قوات بعتات الكونغو يعني في الكثير في المينيسكو مثلا في الكونغو في المينيسكا في إفريقيا الوسطى في المينيس في جنوب السودان الحضور المغربي في هذه المنطقة هو أيضا يعزز من صحة التعبير التقافة العسكرية للقوات المسلحة المغربية وهذا يقضني للتساؤل الآن وقد يكون سؤال مشروع بعد هذا التعاون المنقطع النظير وهذه الثقة والمستقية التي يحظى بها هذا الشرك المغربي هل يمكن أن نرى مثلا أفريقون في المغرب مثلا يوما بما أن اليوم أمريكا تتواجد كقائدة سيدة لحلف الناتو أمريكا لديها أنزال قوى أمنية وعسكرية نجدها في رومانيا ونجدها في جمهوريات البحر الأزود موجودة على أرض الواقع أمريكا تخوض يعني حرب النيابة ربما مع أوكرانيا ليس ببعيد ملياري دولار زيادة في الميزانية العسكرية لأوكرانيا لتنضف لمليارات أخرى دفعات في مضى أفريقيا إن كانت تريد أفريقيا أو تلتفت لأفريقيا حماية لمصالح على واجهة أطلسية قد تكون أفريقا في أرض أو في رقعة جغرافية أفريقية وقد تكون المغرب أعتقد بأن اليوم في الإجابة على هذا السؤال الذي هو مهم جدا وهو سؤال استراتيجي وذكي هو لا بد من الإقرار اليوم بأن العقيدة الاستراتيجية أو الدفاعية لولايات المتحدة الأمريكية تغيرت بشكل ملموس منذ مدة على اعتبار بأن عندما نتكلم مثلا عن الأسطول الثاني الذي يقع مقره في نورفلوك بكاليفورنيا كان قد تم إنهاء الخدمة سنة 2011 ولكن بعد سبع سنوات تم إحيائه وتم تسميته الأسطول البحري الأطلسي على اعتبار بأن هناك الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تهتم بشكل كبير بالعقيدة الجيوسياسية للشمال الأطلسي أوشين أتلانتيك والعقيدة الجيوسياسية للمحيط الهندي والهادي المحيط الهندي والهادي يعني تلاحظ بأن هناك ما يسمى بالأسطول البحري الرابع للولايات المتحدة الأمريكية والذي مقروف مايبورت أوكي من بعد عندما نتكلم عن المملكة المغربية وهذه الترتيبات التي كانت مؤخران والتطورات على مستوى الدبلوماسيا المغربية للإشارة بين قوسين العقيدة العسكرية المغربية مبنية على محددين مهمين في قراءة الخاصة هناك على الحسن الجوار وهذا لاحظناه في مجموعة من التوترات على مستوى المجال الإقليمي المغربي أو المجال الحيوي الاستراتيجي للمملكة المغربية ثم كذلك على محدد مهم جدا وهو أن أي شراكة استراتيجية عسكرية مبنية في إطار ما يسمى متعدد الجنسيات أو في سياسة متعددة الأطرف هذا مهم جدا في قراءة العقيدة العسكرية للمملكة المغربية وبالتالي اليوم عندما نتكلم عن هذه التحولات المقبلة التي تشهدها المنطقة التي تشهدها كذلك منطقة الجنوب الأطلس وعندما نتكلم عن منطقة الجنوب الأطلسي نتكلم عن منطقة من المتوسط من طنجة نحو البرازيل ولهذا نلاحظ كذلك نستشف بأن الاستراتيجيين في البنتاجون ليس بطريقة بالصدفة نستحضر البرازيل نستحضر أمريكا اللاتينية لأن هناك تحولات تريد مهمة جدا يعرفها يسمى بما يسمى بلوباسا ميديتيرانيا أو بحيرة الأطلسي على مستوى السياسة الدفاعية الأمريكية لأن هذه البحيرة الأطلسية أصبحت في ذات بعد جيوستراتيجي مرتبط بأمن دول غرب أوروبا وبالتالي نلاحظ بأن عندما نلاحظ في قراءة للهندسة العسكري الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية وليس المكان الإفادة فيه نلاحظ بأن هناك خصاص وهناك نوع من الارتكاز لا بد أن يحصل داخل في هذه يعني على مستوى المملكة المغربية كما قلس إحسان لأن هناك ثقة متبادلة وهناك توافق استراتيجي ما بين الدولتين دون أن ننسى كلمة مهمة جدا قالها مايك بومبيو عندما ظهر المملكة المغربية قال بأن أمن المغرب من أمن أمريكا وأمن أمريكا من أمن أمريكا من أمن المغرب وبالتالي نلاحظ بأن هناك تحول في الدهنية الاستراتيجية الدفاعية والهجومية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال تأسيس محور استراتيجي جديد هو واشنطن لندن الرباط نعم وكان قبله محور كانبيرا الذي يجمع استراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل صفقة عسكرية بأكثر من سبعين مليار تم صحب البصات من تحت أقدام الرئيس ماكرون تفضل وغير تفاعلا مع ما جاء في مداخلة السادف صديق الشرقاني هو أنه فعلا المغرب أو بعض أصدقاء المغرب في البنطاغو الأمريكي نتذكر أنهم في سنة 2010 كانوا قد طرحوا فيها فكرة نقل القاعدة الأسكرية من شتوتغارت أفريكو إلى المغرب وأن المغرب يعني بلاء على لقاءات متواصلة حين ذاك كان قد طرح موقع كاب ضرعة من أجل احتضان هذه القاعدة لكن الذي وقعوا أن المناكفة والمشاكسة الجزائرية أنذاك يعني طرحت مشروعا بديلا بتمويلات شخصية بضمانات بامتيازات من القاعدة إلى آخرين من أجل احتضان هذه القاعدة وربما أن طبعا الأمريكيون أضاروا ظهرهم للمقترح الجزائري باعتبار أنهم يعتبرون فعلا بأن الجزائر هو لا يمكن ونظام متقلب مزاجي وبالتالي غير موطوق وهذا ما يحدث اليوم لجزائر مع الحلفاء في الاتحاد أوروبا إسبانيا تحديدا وفرنسا فمنذ ذلك الفترة ومنذ ذلك المرحلة وفكرة نقل هذه القاعدة قاعدة أفريكو إلى المغرب لا تزال مطروحة لأنه في العقيدة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية الأمريكوان لا يمكن أن يديروا ظهرهم إلا إلى البحر جميع القواعد العسكرية التي توجد في العالم للولايات المتحدة الأمريكية هي كلها قواعد بحرية أو شبه بحرية في حين أن الجزائر حينما طرحت الأرض أو مكان البديل وكان في عمق الصحراء والأمريكيين ضحكوا كثيرا لأنهم أدركوا بأنه فعلا القاعدة الأسكريين في الجزائر لا يفهمون في منطقة استراتيجية الأسكري ما الذي يعزز اليوم هذه الفكرة وما الذي يأتي بالولايات المتحدة إلى أفريقيا يعني نحن نتحدث عن عن أزمة في الأمن الطاقي مثلا في القارة الأوروبية وأصبح عدد من الشركاء والقوى العظمى ألمانيا بريطانيا إسبانيا على وجه التحديد تبحث عن أسواق بديلة وقد يكون في الغاز النيجيري أو مجموعة من الدول الأفريقية بداء الواقعية وممكنة قابلة للتحقيق ولكن هذه المشاريع الضخمة تستدعي تأمين هذه القارة التي فيها غياب للأمن في مجموعة من الرقاء الزغرافية هذا نقطة نقطة أخرى هناك تنافس شرس على أفريقيا أبطاله الصين تارى روسيا تارى تلك القوة الصاعدة ما بين أوروبا وآسيا تركيا إسرائيل هي الأخرى إيران بعض المناوشات من هنا وهناك يعني السوق الأفريقية مطمع للجميع وبالتالي إن لم يكن لديك قوة للسيطرة والهيمنة فأنت لن تستطيع يعني منافسة الآخر الذي لديه ربما دخول في مجالات عدة منها المجال العسكري وأن كان بطريقة غير شرعية كما تحدثنا قبل قليل عن فاقنا هل هذه كلها أمور مرجحة لكي تكون أمريكا في أفريقيا ولكن عبر بوابة المملكة المغربية ولم لا أن تكون أفريقيا ذات يوم هنا وفي إعلان المغرب بتقدير أنه انتبه مبكرا لهذه التحولات لأن ما تحدثت عنه اليوم هو تحولات استراتيجية بمنطق اقتصادي المغرب حينما تتحول أو التفت نحو العلاقات جنوب جنوب ربما أدرك مسبقا أو استبق أو كانت له نوع من الرؤية الرؤية في تقدير ما تفكر فيه القوى الصاعدة ولكن الاقتصاد بلا أمن نكون واضحين بشكل واضح وأعتقد أيضا أنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا تحرك بارجاتها وحاملات طائراتها بحثا عن الأمن فقط بل بحثا أيضا عن الموارد الاقتصادية والطاقية ومداخي جديدة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أخذت أكثر من أو حصلت على أكثر من 70% من سوق الطاقة في إسبانيا لوحدها فمن أين ستموي الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه السوق وهي تعود إلى أوروبا بعد انحصار الروسي أو انحصار الغاز الروسي وتدعو الأوروبيين لاستقلالية طاقية عن روسيا إذن لكي تقدم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كبديل طاقي لتغذية الاتحاد الأوروبي وبلدان الأوروبي أعتقد أنها فعلا كما قلت تبحث عن أصواق جديدة يعني تحاول من خلالها أن تستجيب أو أن تتجاوب مع حاجيات المجتمع الدولي وأنزل المجتمع الأوروبي في هذا المجال نعم وماذا عن يعني كل صراحة اليوم الأفارقة هم بدورهم مدعوين من أجل على الأقل إنجاح هذا الحضور أو لعب على وتر التوازنات بمعنى آخر إن كنت أنا مطلوب روسيا أمريكيا على المستوى الصيني قوة صاعدة وناشئة كتركية وغيرها لماذا لا يكون هناك يعني فتح لباب المنافسة لما فيه مصلحة أفريقيا بمعنى آخر أفريقيا لا تريد أن تعود إلى استعمار وتبعية جديدة لا للأمريكان ولا للروس ولا للصينيين ولا لأي كان لكن تريد أن تكون أفريقيا قوية لأن هناك مناطق فراغ فراغ أمني فراغ اقتصادي تخلف دول هشة إلى غير ذلك قد تقوم مثل هذه القوة لا أقول استعمارية ولكن التي لديها مصالح ثنائية مع دول أفريقية بتقديم عروض ويكون هناك المقابل لما لا أعتقد اليوم بأن هناك أمر مهم جدا الولايات المتحدة الأمريكية عندما أسست وهذا التأسيس هو تاريخي وقديم ليس بجديد علاقات استراتيجية مع الوقت تطورت إلى أصبحت شاركات استراتيجية متينة وتوافق استراتيجي كبير حول مجموعة من الملفات الشائكة لعلى المستوى الدولي لعلى المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى القارب لأن لا ننسى بأن مثلا المغرب يشارك في مناورات عسكرية يعني خارج الحدود المغربية نتكلم for example عن بريز سي 2021 كانت المغرب تشارك في البحر الأحمر في هذه المناورات عبر يعني بواخر بحرية وبالتالي اليوم هذه الرؤية المغرب له قدرة على أن يستوعب وعلى أن يفهم وعلى أن يقوم بتقييم وتحليل يعني أمني بطريقة جادة وبطريقة استراتيجية التهديدات الأمنية داخل القارة الإفريقية والتهديدات الأمنية العابرة للحدود المطلقة من القارة الإفريقية أو التي تمسل القارة الإفريقية وبالتالي اليوم كذلك المغرب له عمق استراتيجي داخل القارة الإفريقية هناك علاقات تنائية جد متطورة وجد مهمة للمملكة المغربية مع مجموعة دول غرب إفريقيا ودول القارة الإفريقي ودول شرق إفريقيا المغرب يساهم بشكل كبير داخل الاتحاد الإفريقي خصوصا بعد عودته إلى الإطار المؤسسات للاتحاد الإفريقي في تشكيل ما يسمى بالهندسة الأمنية المشتركة أو الدفاعية داخل الاتحاد الإفريقي ثم كذلك لا بد من الإشارة اليوم بأن اليوم داخل القارة الإفريقية هناك ثلاث ما يسمى بمناطق توتر جديدة هناك منطقة ما يسمى بليبتاكو غورما أو منطقة حدود ثالث ما بين نيجر وبوركينافاس ومالي هذه تشكل مأزق كبير وخاصة أن مؤخرا هناك منطقة بونكاس كما قلنا على قرب من منطقة مبتي كانت ضربات إرهابية ثم هناك منطقة خاليج غينيا أصبحت منطقة ارتكاز للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العبر الحدود والعبر القارة وهناك منطقة ثالثة رغم وجود ما يسمى بالأسطول الرابع أو الأسطول الخامس الأمريكي في المنام بالبحرين هذه المنطقة هي منطقة ما يسمى بلوكاب بودلغادو في شمال الموزنبيق التي أصبحت منطقة ارتكاز للجماعات الإرهابية وأصبحت تهدد كذلك الأمن البحري وتهدد التجارة الدولية وبالتالي اليوم عندما نلاحظ هذا الزخم الكبير للدبلوماسي للمملكة المغربية أعتقد بأن هناك تبصر مهم جدا للرباط في رؤية أمن جديد داخل القارة الإفريقية سيكون هناك ما يسمى بأم بيلوتاج سيكوريتير داخل القارة الإفريقية وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت جو بايدن كارا نائب رئيس من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بارك أوباما وقال المغرب هو بوابة إفريقيا هذا أعتقد بأنه تعبير جيو سياسي وجيو أمني وجيو اقتصادي وقال جئت لي أشكر المغرب أيضا مرة أخرى بأقل من 20 ثانية اليوم مسألة المناورات الأسد الأفريقي أن تقام في المحبس بالمرة الثانية على التوالي أتراف وتأكيد على مغربية الصحراء لا بالأكثر من ذلك لأن هذا الملف في طريقه للطي بشكل نهائي مؤكد وأعتقد أن الموقف الإسباني والموقف الجامعة العربية والموقف الألماني والتعطر الذي تعرفه نيقاد أو عقد القمة العربية في جزائر بسبب إجماع العربي حول قضية مغربية الصحراء هو أكبر دليل ثم مسألة أخرى وحتى أختم أعتقد أن العالم أو تحولات مشهدية العالم في مرحلة معبد الحرب الروسية الأوكرانية والمغرب هنا دبر علاقته بروسيا بشكل دكي جدا أعتقد أن ما بعد هذه الحرب سوف تعيد أيضا بناء التحالفات وبناء التصورات المغربية في علاقتها بما يخضب طبعا قضية الصحراء المغربية وكأنك ألمحت للمندوبين الدائمين في مجلس الأمن من تبقى فرنسا حليف استراتيجي والصين ليس ببعيد وقعت معنا مبادرة الحزام والطريق من أجل استثمارات ضخمة دون أن ننسى نقطة مهمة جدا بأن كانت هناك مناورة عسكرية مغربية فرنسية سمية الشرق 2022 في المنطقة الجديدة التي تم إنشأها بمدينة الراشدية وهذه رسائل مهمة لبنهمهم الأمر وحتى التغيرات وأقدر أو خروج إلى العالم لفرنسا بعد ولاية ماكرون الجديدة قد تكون في القريب العاجل شكرا لك شرقا وروداني الخبرية للجيوستراتيجية شكرا لك أستاذ حسان حافظي وأنت أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الأمنية الشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم أجمل تحية لما كنتم إلى اللقاء اشتركوا في القناة